بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كل سنة وانت طيبين يا أغلى أخوات شايفين بقى الكحكة بتاعنا السنة دي ما شاء الله عليه غيرنا الطريقة وعملنا بطريقة يعني عملنا الكحكة على السخن يعني حطينا السمنة وهي سخنة شايفين بقى ما شاء الله كحكة دايب بجد بجد أنا والتي بيقولوا ده بيطير يا ماما من البق مش بيدوب في البق حاجة كده ما شاء الله عليها وكمان الحشوة بتاعتها الملبد مفرودة في قلب الكحكة كلها يعني مش بتاكري كده تحس ان فيه مكان ما فيهوش حشوة ومكان تاني فاضي لأ ما شاء الله مظبوطة قوي وجميلة كمان النقشات بتاعتها واضحة لو حاب تتعليمي معانا النقشات الموجودة اللي احنا عملناها دي طبعي بقى معانا الفيديو للنهاية شايفين ما شاء الله الكحكة بيدوب حاجة كده ما شاء الله عليه كل النقشات بتاعته حلوة قوي تعالوا بقى نشوف مع بعض جبنا في البداية كده معلقة من السمن البلدي حلوة كبيرة شان نجهز الحشوة بتاعتنا وجبنا كمان شوية حلوين قوي من السمسم شايفين ما شاء الله يعني نوع السمسم جميل قوي لونه فاتح وكويس هو متحمص لكن يعني بيبقى نسبة تحميص ممكن اني تحطي كمان لانه اللون فاتح حيتحمل معانا ان احنا نحطه كده في السمن بنحمصه علشان يدينا ريحة حلوة وكمان يبقى في قلب الكحك كده ما شاء الله عليه يعني حاجة كده ما فيهاش اي نسبة رطوبة لان ده احنا هنضيفه للملبن اللي هو الحشوة اللي احنا نستخدمها خط كمان شوية من السوداني المجروش انا مكسراه كده بسكينة علشان ما يكونش نعم قوي يبقى عبارة عن قطع وهيدينا طعم حلوة قوي يبقى عامل كأنه يعني هقولك يا عين جمل حطوا بقى كمان الكيلو اللي معانا من الملبن لان احنا ان شاء الله هنعمل اتنين كيلو من الكحك نبدأ نقلب عايزين نديها درجة حرارة يعني لمدة دقيقتين كده نقلب في الملبن ده مع السمنة والسمسم والسوداني اللي احنا حطناهم او الملبن ده يسخن معانا ما شاء الله هتحسي ان درجة الحرارة اللي هو خدها خلاص معادش بينسك معاكي بقى في المعلقة وانتي بتقلبي ولا حتى لما يبرد شوية وتجي تستخدمي بيمسك في ايديك لا الطريقة دي حلوة قوي وانا بعملها من سنين طويلة شايفين المعلقة نضيفها خلاص ازاي ما فيش اي حاجة مسكة فيها خلصنا بقى كده نجيب بقى الملبن بتاعنا شايفين ما شاء الله حتى الحاجة اللي احنا بنعمل فيها نضيفها فيش اي حاجة حتى لو انتي بنستخدم حاجة مش تفيل برضو مش هيمسك فيها الطريقة دي حلوة قوي حط عليها بس معلقة واحدة كده من جزء الهند مش عايز احط كتير قوي لان احنا حطنا سامسل طبعا وسوداني الاضافة اللي بقى الحلوة اللي بتخلي ريحة وطعم الملبن ده حلو قوي هو ريحة الموز او اسمس بريحة الموز ما شاء الله بيخلي يعني الملبن ده لي ريحة وطعم حلو قوي نبدأ نقلب كده بالراحة كده خلاص هي بقت جاهزة معانا باخدها بقى وبحطها في التلاجة لما بحطها في التلاجة كمان بتبرد بتبقى حلوة قوي وقت التشغيل شايفين حاجة كده نظيفة ولا مسكة في حاجة والمعلقة طلعة زي الفل اللي مفياش اي حاجة تعالوا بقى نشوف مقدار السمنة اللي معانا احنا طبعا هنعمل اتنين كيلو معانا كيلو من السمن الكيلو اللي معانا ده هنضيف عليه بس معلقتين اتنين لان انا بصراحة بحب الكحك يكون دايب دوب يعني ناعم كده ومزبوط هنحط السمن بتاعنا فك على النار وحنسبها كمان لما تاخد درجة حرارة حلوة قوي يعني تتأدح مزبوط وتبقى سخنة هتلاحظة بقى كده شو فيه هي بتدوب وحتحس ان فيه زي فقعات بسيطة كده بتطلع يعني السمن ده مش هيكون فيه اي نسبة رطوبة بياخد وقت على النار في البداية بتكون النور عالية كده لما يفك معاين وبعد كده بنهدي النار علشان يعني ما ياخدش مننا اي حاجة غلط للتسوية او يعني لونه يتغير بنهدي النار بس شوية كده شايفين الشكل عامل ازاي خلاص تعالوا بقى كمان نحضر الخميرة بتاعتنا لست على فكرة احنا موطين النار على السمن ده هناخد من الباكت الباكت حداشر جرام هناخد نصهم بالزبط يعني احنا اخد معلقتش صغيرة وكمان شوية زي ما انتو شايفين كده هنحط عليها نص كباية من الميا وكمان معلقتين من السكر علشان نختبر الخميرة بتاعتنا وتكون جاهزة وقت العجل خلاص نتوبناهم كده تعالوا بقى شوف الديق بتاعنا احنا عملنا في قلبه حفرة كده المفروض ان احنا نعجم في حاجة ما تكونش بلاستيك بصراحة لكن انا لقيت الحاجة الازاز اللي عندي هتكون صغيرة فاقولت ايه نعجم بقى واحدة واحدة كده مع بعض بالراحة ننزل بشوية من السمن شايفين الفقوراني الحلو ده انا بصراحة ما كنتش بعمل بالطريقة دي دي كانت طريقة ممتي من زمان قوي فانا لما لقيت كل الناس بتعمل الكحك على السخ لا اقولت لا انا لازم اجرب واشوف هل فيه فرق في الطعم وفي الريحة بتاعة الكحك ولا ايه احنا بنجرب بقى مع بعض ما تخافوش فيه طبقة حلوة من الدقيق لسه في البلاستيكة دي من تحت او في البولة دي من تحت يعني مش هيوصل السخونة لها من تحت خلينا بقى ماشيين مع بعض كده مصبوط شوية بشوية دوبالكو طبعا لان درجة الحرارة دلوقتي عالية جدا هنقلب بالراحة كده بالمعلقة هنبعد ايدينا خالص واحدة واحدة كده هتحسوا ان الديق بيشد السمن ده هنحط ايه على شوية كده من الديق اللي سمت بقين معانا معلقة صغيرة معلقة شي صغيرة من البيكنج بودر ومعانا معلقة من بوهرات الكحك احنا السنة اللي فاتت عملنا بالمحلق وحطينا كمان معلقة شي صغيرة من الملح لكن مليانة حطينا كمان باكت من الفانيليا يعني انا حابة ادي ريحة حلوة للعجينة وكمان هنحط برضو واحدة تانية من ريحة الموز على العجينة نفسها على فكرة دي مش روايح كتير في العجينة خالص ما شاء الله الكحكي طالع حلوة اوي ومزبوط مفيش اي طعم مختلف ولا اي حاجة هنبدأ في بس الدقيق لكن بصراحة الوقت ده كان لسه سخن اوي فانا سبته وارجعتله تاني كده دلوقتي برد شوية تعالوا بقى لناخد مع بعض كده مرحلة البس دي هي اهم اهم مرحلة في عجن الكحكي كله من البداية للنهاية لازم نغلف كل زرات الدقيق دي بالسمن اللي احنا حطناه نبدأ نعمل زي ما انا بعمل كده بالزبط هو ده موضوع البس خدت بقى البلاستيكا دي انا اولا دي اعطي بها في الارض كده وفضلت ان انا بس فيها وبعد كده جينا بقى لمرحلة العجن حطينا الخميرة انا كده حطينا نصف كباية مية بس اللي كانت على الخميرة الاتنين كيلو دول كل كيلو بياخد من كباية لكباية ومعلقتين كده من المية يعني مش هنقول ربع كباية مية كمان يباحنا كده حطينا مصد كباية تعالوا بقى نحط الحليب معانا كبايتين معانا كباية ونص بقى معايا كباية ونص من الحليب على المية يعني انا ضيفة مية كمان على الحليب ده حطي كباية حليب واحدة وكباية مية ده المقدار كله كده حتى بالمية اللي فيها الخميرة الكبايتين وهنشوف في النهاية احنا هنحط شوية تانين ولا لأ كل ما تحطي سوائل حس العجينة بتشد معاكي كده وبتشرب السوائل اللي انت بتحطيها. شوية بشوية مش بننزل كل مرة واحدة. لما نجرب نشوف الديق بتاعنا هل هيمتزد كمية السوائل دي ولا لا. انا بقى اشرح معاكي بنراحه بالتفاصيل علشان لو اول مرة تعملي الكحك ينجح معاكي وما يحصلش معاكي اي غلطة. نجرب كده قطعة من العجينة. لسه فيها تشققات بسيطة قوي من الطروف. احنا مش عايزين كده. حط كمان ربع كباية. يبقى احنا حطينا كبايتين وربع. يلا بنا بقى نشرب برضو شوية دول وهنجرب تاني العجينة. شايفين بعد ما خلصنا? تعالوا بقى. لازم ندفي العجينة كده في ادينا. هي طبعا لسه بغضى درجة سخونة برضو بسيطة يعني. شايفين? ما شاء الله ما فيهاش اي حاجة. طب ازاي اعرف ان هي كده تمام? ازاي بقى احعرف ان هي مزبوطة? هنجيب واحدة كده وندورها كأننا هننقوشها بالزبط. ونجيب المنقاش كده ونحاول ان احنا نجرب لو العجينة طلعت معانا في قلب السنون بتاعت المنقاش دي تبقى العجينة لسه محتاجة لسويل. احنا هنبضل نشتغل كده بالمنقاش فيها بالراحة. شايفين? مفيهاش اي حاجة والمنقاش بتاعنا كمان نضيف خلص. كده العجينة بقت تمام. تعالوا بقى مع بعض كده نعمل لنفسنا مقدار معين من العجينة علشان يطلع الكحك بتاعنا كله قد بعضه. اي حاجة عندك يسي بيها كده العجينة ولو عندك ميزانة بقى يكون افضل. هنقفل ونحط الحشوة كده جوه. ندفي العجينة كده في ايدينا علشان ما يكونش فيها اي تشقوقات ولا حاجة ونحط في قلبها الحشو ونجهز كام واحدة معانا وبعد كده نرجع ننقوشهم وهنشوف مع بعض النقاشات الحلوة السهلة اللي ممكن اي حد يعملها وتطلع الكحك معايا بشكل جميل وكويس قوي. علش الفيديو طويل لكن انا حابة اوضح لكل التفاصيل. يلا بنا نبدأ كده اول نقشة. هنلف بالروحة على طروف الكحك. انه وحنا مسكنا في ايدين كده داير ميدور الكحك كده من الطروف كلها. ودي يعني اشهر واسهل وابسط نقشة ممكن تعمليها. هنعمل كمان كده من القلب. بس كده. شايفين شكلها حلو ازاي? تعالوا بقى نجرب حاجة كمان. هنعمل بالميل كده. فكرة الخط ده مش مستقيم. لا انا مخلي المنقش مميل شوية على درجة ميل كده. شايفين? يعني عملنا زي سبعات تمانيات كده. هوريكو برضو الشكل في النهاية. بنعمل بزاوية كده. ادي الشكل. اهي. اعتقد هي كده واضحة قوي. الشكل التالت ده معلش بقى يعني نما اجيبتوش بكل التفاصيل هعمل هولكو تاني. كأنك بتعملي ضفيرة كده خطوط رايحة وجاية. هي دلوقتي قدامكو هاي? هنعملها تاني. كده نقسمت الكحكة لاربع اقسام كده. وهنعمل خطين كده في كل مربع. يعني هنعمل فيه زي تمانيتين كده فوق بعض. كل مسلس قصد. فيه تمانيتين فوق بعض كده. شايفين سهلة ازاي? اي حد يقدر يعملها وتطلع معايا بالشكل الحلو ده. عادي لو طرف بسيط تم العجينة تشد منك تقدر ان هي تتساويه. بس كده. كلها متساوية وحلوة والتحكي كله قد بعضه. ما شاء الله. دي بقى على شكل زي ورقة شجر كده. عملناها مدور عادي خالص. وهي ضوب شدينا بس طرف العجينة كده على شكل زاوية كده يعني دي طرف ورقة الشجر. برضو احنا بننقش عاملين بزاوية شايفين انا بس كالعجينة ازاي والمنقش مميل في ايدي ازاي? كده عملنا زي ايه? زي ورقة شجر. دي برضو نقشة شكلها حلو. دي بقى اكتر حاجة بقى انا بحبها. شايفين? قفلناها كأنها ندورة بالضبط. بعد كده عملناها كأنك بتعمله سبع كفتة. تأكدي بس ان انت مقفلة كويس. وهنلف وهنخلي المكان اللي احنا قفلنا منه ده هو اللي تحت. تعالوا بقى نجيبي المنقش كده ونعملها كأنها زي الصنبلة. برضو المنقش انا بخلي اياه بميل مش يعني دي مش خطوط مستقيمة لا ده فيها ميل. نجيب برضو ناحية التانية. خلي الكحكاية وانت بتنقشيها على صوابك مش على قلب ايدك علشان لما تيجي تشيليها تكون سهلة يعني النقش اللي انت عملتيه فيها ما يتبهدلش بالراحة كده. هواركوا شكلهم بقى شكلهم حلوة بصراحة. شايفين? حلوة. جميلة والله ولما بتتخبز كمان بتفضل بنفس النقش اللي هي فيها دي. معلش انا بتكلم بالراحة لاني بصراحة زعلانة قوي انا لقيت الفيديو بتاعي البسكوت في جزء الصورة متشالة منه ولما رجعت اجيب الفيديو من عندي تاني اني اشيلي اللي موجود على اليوتيوب وانزله مرة تانية. لقيت الفيديو نص كله طوير. بصراحة انا معرفش اللي والده حصل منين. وبصراحة يعني على الصبح كده زعلانة خلص من اللي حصل. معلش قدر الله ومش هقف. ياريت لو دخلتوا الفيديو اسمعوه يعني للنهاية تخطوا الجزء اللي مفكوش الصورة وكملوا الفيديو. الفيديو كان جميل بصراحة. دعالوا بقى نشوف. ادي النقش اللي انا قلتلكوا عدهلكو تاني. يعني بنعمل كده رايح وجاي. شايفين? مرة كده ومرة كده. يعني عملنا مرة بالطول نعمل بالعرض. عملنا بالطول نعمل بالعرض. عكس بعض كده. هوريكو بقى شكلها. شايفين? ما شاء الله شكلها حلو ازاي? حلوة قوي وسهلة. ده الشكل ده احنا عملنا قبل كده. برضو سهل بنعيده كمان مرة علشان حبيب الحلوين ياخدوا بالهم قوي من النقشات. الناسبة اللي بتعرفتون قويش حلو ممكن يعني تتخطوا الجزء اللي فيه النقش ده لاني بصراحة شرحته بالتفصيل قوي. شايفين الشكل? معايا بقى صوج مش مدهون فيه اي مادة دهنية ولا حاجة وبياخد كل حاجة اشكلها رستها فيه علشان ما بضلش انقل كم مرة والكحكة تبهدل مني بعد ما نقشته. ناخد مجموعة كده العجينة كلها زي ما تشايفين محطوطة قدام كم كده كلها قد بعضها لاني عاملاها بمعيار كاني عاملاها بالميزانة بالضبط. شايفين الاشكال الحلوة? اللي بننقشه بناخده نحطه في الصج على طول. ما شاء الله. يا رب تكوني نقشات دي عجبتكم. تعالوا بقى نشوف الصج كده. ادي صف كده من الصنبولة الحلوة دي. ودي كمان بعده صف من ورقة الشجر زي ما انتو شايفين. بعد كده النقشة بقى بتاعتنا كلنا الحلوة اللي هي داير ميادور الكحكة وجواها كمان تلات خطوط كده ولا حاجة. ودي اللي هي سبعات وتمانيات كأنها ضخيرة. ودي كمان الشكل ده. وده بقى الصفين الاخرانين دول الشكل الحلوة قوي اللي انا بصراحة بحبه. يا رب بتكون عجبتكم النقشات دي. الفرن بقى هنهضي النار وندخل الصج بتاعنا. النار بتكون اقل من نار الكيكة على فكرة. يعني تقريبا مية وخمسين درجة. تعالوا بقى نشوف كده الكحكة بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. ما شاء الله كله حجم واحد لون واحد. النقشة كلها واضحة ومظبوطة زي ما انتو شايفين. لان انا بشتغل بايدي الوحدي بتطلع لحاجة كلها زي بعضها. شايفين ما شاء الله واللون كمان عامل ازاي? انا خبزته. فرن البتو جاز مش في الفرن الغازي العادي. لان هو مش بيحتاج نار كتير يعني النار بتكون هادية كده كده هياخد وقت في قلب الفرن. بتعرفي ازاي ان هي استويت كويس? لما بتقلبيها من تحت وتضغطي ضغطة كده بتلاقيها خلاص. يعني تشايفين بقت جمدة من تحت. مش طرية. لو لقتي المكان ده طري يبقى لسه الكحكة بتاعيك نقص وتسوية. متشغليش الشوية خالص غير لما تتأكدي ان هو اخد اللون مزبوط من تحت واستوى. شايفين? ما شاء الله حاجة بصراحة اتفرح كل سنة وانتو طيبين. حاجة حلوة قوي مزبوطة كلها لون واحد حجم واحد. وهوريكو برضو كل النقشات اللي احنا عملناها من البداية هل هي طلعت زي ما احنا دخلناها الفرن بالزبط ولا لأ? شايفين بقى? ده شكلها. تعالوا بقى نشوف الشكل الحلو الجميل ده ونشوف فعل النقشات بتاعتنا طلعت زي ما هي ولا لأ? اللون بتاعنا جميل ما شاء الله ما تحاوليش نتلقى ماء عن كده بس فعلا زي ما انا قلت آآ السنة اللي فاتت ان السمن اللما بيكون سخنة قوي على الدقيق بيدي دي سنة لون كده. بس بصراحة حلوة مقبولة يعني. بس يميدي له طعمه رح حلوة قوي. هدي السنبولة ودي كمان ورقة الشجر. سلعت عاملة ازاي? شكلها حلوة قوي ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف كمان باقي الاشكال اللي معانا. دي اللي كنا بنعملها زي سبعات وتمانيات كده. صنوها واريك واحدة برضو يكون اللون فيها واضح شوية. اهي زي ما انتو شايفين كده. كمان برضو الشكل التاني اللي بعدها. اللي احنا كنا بنعملها دا يرما يدور الكحكة كده. شايفين عاملة ازاي? احلى واحدة بصراحة احلى شكل في الاشكال كلها هو الشكل اللي جاي دلوقتي بقى اللي هو ده. انا بحب قوي بصراحة. بيطلع حلو وشكله جميل كده او حاجة كده تخلي اللي يشوفها يقول دي معمولة زي دي. حاجة بصراحة حلوة الكحكة طلعة مصبوط وجميل طعم وريحة ولون وكل حاجة. سمي الله بس كده وانت بتعمل اي حاجة وكل حاجة هتطلع معاك مصبوطة وحلو اوي. ده كمان الشكل النهائي الاخير اللي احنا كنا عملناه مع بعض. طالع برضو شكله حلو. وهنشوف كمان دلوقتي برضو درجة النعمة بتاعة الكحكة. شايفين شكله عامل ازاي? حاجة حلوة قوي بجد تحفة. لايمكن لو جربتي تفكري تاني انك تشتريه من برة. شايفين? ما شاء الله. حاجة كده خطيرة. تعالوا بقى كمان شوف نعمة الكحكة بتاعنا عامل ازاي? شايفين? ما شاء الله حاجة نعمة ودايبة ما شاء الله عليها يعني. الملبن مفروض في الكحكة كله. شايفين عامل ازاي? كمان طري لو ضغطي عليه كده تحس ان هو بيطلع برة الكحك. مش حاجة متماسكة لان احيانا الناس بتشتكي انها الملبن بيكون ناشف جوه الكحك. ده بصراحة بيرجع ممكن لنوع الملبن نفسه او وقت التسوية الكتير اللي ممكن يقعد في الفرن يعني ممكن ناس بتحطه كتير او وياخد من ها وقت طويل جوه الفرن. شايفين? ما شاء الله حاجة كده زي الفل. جميل اوي. تسلم ايديكم مؤدما على اي حد هيتجرب الفكرة الحلوة دي. تعالوا كمان اقول لكم لما بنجي نخزنه بنحط بقى في حاجة كده. وبنحط كل الكحكة والشهل التانية والطبقة اللي بعدها نحط الضهر للضهر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.